كما قال وزير الصحة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية فراس أبيض إن أكثر الإصابات في الجنوب نتجت عن قنابل الفسفور المحرمة دوليا وأضاف الوزير في لقاء خاص القاهرة الإخبارية أن لبنان تقدم بشكوى للأمم المتحدة بشأن استخدام هذا النوع من القنابل أما بالنسبة للإصابات هناك إحنا الإصابات كانت متعددة يمكن يعني أكثر الإصابات وقعا هي كان موضوع الإصابات بالفسفور المحرم دوليا وهذه حالات موثقة ونحن شاركناها مع المنظمات الأممية ونحن واحدة من الأمور المهمة يمكن بهذا المركز اللي عم نفتحه اليوم هو مركز التعامل مع الحروق من الإصابات بالفسفور وهي تتطلب حقيقة عناية مختلفة عن العناية بالحروق العادي نحن في جزء من هذه الإصابات كنا قدرنا نتعالج معها في الطوارئ وراحت على البيت وهناك إصابات حتاجت إلى دخول المستشفى والحمد لله نحن عم نشوف أنه صار في تعاون من كل المستشفيات في من هالإصابات عالجناها هنا في منطقة الجنوب وفي منها حتاجت أن تنزل على مستشفيات متخصصة جامعية في بيروت لحتى تاخد العناية اللازمية